نهاردة باستنا المصرية اللي شاركت في الأولمبياد زي ما قلت رحالاتكم عادت إلى الكاهرة مساء اليوم بعد الحصول على سلاس من دليات أحمد الجندي طبعا زيابية الخماس الحديث صار سمير فضية رفع الأسكال ومحمد السيد برونزية السلاح كلهم أبطال كلهم رائعين ودي لقطات من الاستقبال في مطار الكاهرة يستحقوا كل الأبطال هذا الاستقبال العظيم جداً اللي يستحقوه بكل تأكيد يا رب قطر أبطالنا وهم دايماً أبطال كل اللي شاركوا في الأولمبياد أبطال بالمناسبة أنا بقول دايماً عليهم كلهم أبطال ليه؟ أن كل واحد فيهم تعب وابتهد ولو فيه سوط تعال نعلي السوط وكان كده ماشي ماشي أبطال كلهم أبطال كلهم مميزين كانوا محتاجين كل الدعم خادوا الدعم هل الدعم كان كافي ولا لأ هنعرف كلها الأيام اللي جاية فيه لجان وفيه ناس هتبصوا وفيه ناس هتشوف هل كان موضوع كله سوق توفيق فقط سوق حظ فقط هلو دا أقصى حاجة ممكن نوصل لها هل كان ممكن يبقى فيه أفضل خلونا ما نستبقش الأحداث ونشوف الأيام اللي جاية هتقول إيه أنا عادة لو لو ليه رأيي في اللي حصل فأنا لا ألوم على أي بطل شاركة في هذه الأولمبياد كلهم أبطال راحوا أصلاً للأولمبياد دي عشان هم أبطال مصريين رائعين لو هلوم لو هلوم بس بعد ما نعرف إيه اللي حصل بشكل واضح هلوم اللي ما جاهزوش بشكل كويس هلوم اللي ما ساعدوش بشكل كويس هلوم اللي ما مدلوش سبل المساعدة بالشكل اللازم يعني فيه تفاصيل لكن البطل بطل أدام ركب الطيارة وسافر باريس ده معناه أنه هو كان بطل قبل كده وبطل أنه هو شاركة في الأولمبياد بالمناسبة أي واحد شارك في الأولمبياد كده محطوط في السفير بتاعه أنه هو لاعب شاركة في الأولمبياد دي حاجة كبيرة جداً لأي بطل رياضي في العالم مجرد المشاركة دي حاجة عظيمة جداً إحنا كنا عايزين مجرد المشاركة؟ لا طبعاً إحنا عايزين كل أبطالنا ياخدوا ميديليات نحب إنه كل أبطالنا ياخدوا ميديليات ده ما بيحصلش في أي دولة في العالم إن كل أبطالهم بياخدوا ميديليات بس عليكم إننا ناخد ركب أكبر من كده خلونا نشوف الأيام اللي جاية توضح لنا